طيب يعني أريد أقول لك يعني موضوع تسرب الأسئلة كل سنة ويتكرر يعني وين الخلل قبل ما ندخل موضوع ثاني يعني هو العام الماضي يعني وتعرف كل النتائج الناس تعرفها والشعب يعرفها الشعب العراقي وكانت هي نكسة بصراحة ويساء إلى وزارة التربية إلى العاملين في وزارة التربية إلى كوادرنا التربية وتاريخ الوزارة ولكن هذا العام بصراحة هناك كانت متابعة ميدانية وكان الوزارة حصت كل الحلص أنه لم تكن هناك أي مثلة خلال الامتحانات وطبعا صارت عندنا مشكلة أو مشكلتين يعني بسيطة جدا وممكن وزارة التربية عالجتها حتى نتكلم يعني بدل حقائق يعني ويعني كانت هذا العام لم يكن هناك تسرب أي مادة بتحنوها الطلاب وصارت الامتحانات بشكل جيد في صراحة هاي المشاكل شنية سيد السوداني؟ يعني هناك بعض الأسئلة مادة الرياضيات والأحياء تكرار سؤال يعني شغلات بسيطة جدا وهاي عادة الخطأ وارد يعني بصراحة ولو احنا اليوم بصراحة احنا منين نسمع ست وجدان من خلال السوشال ميديا وهي الناس يعني آراء الطلاب والناس قاموا تشكك بالمعدلات كلهم تسعينات يعني هذا ليس شيء جديد أول عام يعني كثير من أغلب السنوات لأنه اخت العزيزة والأعداد الطلبة كثيرة يعني كثير مو في السنوات السابقة كل عام يزداد عدد الطلاب والدرجات طبعا أكيد عندنا طلاب أذكياء والطلاب مشتهدين وأخذوا العلامات الكاملة والبعض لا أقل مستوى وهكذا لكن بسبب سنعلن وزارة التربية يقول أنه اللي طلع تسع وتسعين أو مية هذا العدد هو هذا العدد الطبيعي بالنسبة إلى قياس الأعداد الموجودة يعني نحن نفكر أنه مثل ما نفكر مثلا بسنة الخمسة وسبعين أو الخمسة وتسعين أو الفين وخمسة لا اليوم كل سنة يعني هذا العام دخلوا تقريبا مليون واربعمية أكثر من مليون واربعمية تلميذ إلى المدارس العراقية يعني عكس يعني وين العام القبل أقل من هذا العدد بكثير وهذا العام القادم احتمال نقول مليون ويمكن توصل الستمية أو سبعمية تلميذ يدخل لذلك نحن نجد على موضوعنا المهم اللي هو البنى التحتية يجب أن هذا الملف يتعالج علاج ويحدد فترة زمنية بانتهاء أزمة البنى التحتية يعني أنا ما خلتيني أكمل سيدة وجدان يمكن بسبب اتصال يوم حتى العراق بقى التدريس باقي على القديم اليوم الدول العالمية قطعت شوط نظام غير النظام التدريسي الموجود الآن نظام لقربات ونظام متطور جدا وإحنا لحد هذه اللحظة باقين على نفس السياق اشتركوا في القناة